ثم تأتي بعد هذه الحكمة قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم بمحبته طبعا هذه تتمتها اللي هي شطر الحكمة هي آية كلنا نمده هؤلاء وهؤلاء من أعطاء ربك وما كان أعطاء ربك المحظورة تأتي هذه الحكمة التاسعة هو الستون وهي قل ما تكون الواردات الإلهية إلا بغته صيانة لها أن تدعيها العباد بوجود الاستعداد طيب ما معنا ذاك قال قل ما تكون الواردات الإلهية قل ما تكون الواردات الإلهية التي تقرب العباد إلى الهادي التي تقربهم الواردات التي تقرب العباد إلى ربهم إلا بغته لا تأتي إلا بغته هذه الواردات قال من حيث لا يدرون صيانة لماذا هذا مفعول لأجله صيانة تأتي بغته صيانة لها من أن تدعيها العباد بوجود الاستعداد الذي حصوله بأعماله حتى لا يظن الناس أن هؤلاء حصلوا على هذه الواردات والعطاءات الإلهية لأن لديهم هذه الاستعدادات أو القابلية أو ما إلى ذلك التي شرحها هنا لما ذكر أن الحكيم أعطى لكل ما هي الموجودات قابلية خاصة ثم لما أظهرهم من العدم جرى الإمداد على وفق ذلك الاستعداد فهنا يعني يعطي ويمد على وفق الاستعداد اللي هي القابلية التي لهم لكن هنا أظن أن يتكلم هنا عن شيء ما وراء ذلك أو ما فوق ذلك اللي هو الواردات الإلهية أن تأتي بغته لألا يدعي الناس أنهم حصلوا عليها بأعمالهم أو باستعداداتهم أو بخلقتهم أو بما فيهم من مزايا يعني قال ولو لم تكن بغته لظنوا أنها لاستعدادهم يعني هم مستعدون عندهم القابلية أو هم يستحقونها أو ما إلى ذلك قال فيقعون في شبكة الأنانية في حب النفس ويقع في الغرور وما إلى ذلك ويغفلون عن أنها إنما هي مواهب ذي الفردانية بمجرد جوده فقط لأنه جواد تعالى أعطاهم لا لأنهم من يستحقون وفي ذلك فتنة لهم وشوب شرك إذ ظنوا أن هذه الواردات استحقوها بأعمالهم أو لوجود ميزات فيهم أو ما إلى ذلك أو لهم يعني شوب حق فيها أو ما إلى ذلك قال وفي ذلك فتنة لهم يقعون في شبكة الأنانية قلنا والغرور والحب الأنى وما إلى ذلك وشوب شرك لأنه ما نظروا إلى أن هذه الواردات يا من الله يعني تعالى يعني ووهبهم إياها من محض جوده لا لأنهم يستحقون أو لهم فيها شرك أو لهم فيها حظ أو لهم فيها حق أو لهم فيها يعني استعداد أو ما إلى ذلك لا هو محض جوده من الله قال والله تعالى بر بعبيده يحفظهم عما فيه حتفهم حصم الله تعالى بر بعبيده يحفظهم عما فيه حتفهم لذلك هو يأتي بهذه الواردات الإلهية فجأة وبغتا ولو أتى بها يعني من غير هذا الترتيب لا ظنوا يعني لو أتى بها باستمرار أو عقب حصول عمل أو من العباد أو حصول يعني حتى استغفار أو توبة أو صدقات أو قيام ليل لا ظنوا أنهم استحقوها بتلك الأعمال فيقعون في الأنانية أو في الغرور والعجب وما إلى ذلك وهذا فيه حتفهم فالله سبحانه وتعالى لرأفته بعبيده قال والله لرأفته بعبيده هو يأتي بهذه الواردات بغتا حتى لا يقع الناس في الظن بأن لهم فيها حق واستعداد ويقعون في الأنانية قال والله تعالى بر بعبيده يحفظهم عما فيه حتفهم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم